أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين ورفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء جهود لجنة الطبية العليا والاستغاسات بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي وجاء في التقرير أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 476 حالة شملت صدور 152 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 114 عملية جراحية وإصدار 19 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاء كما تم توفير الأدوية لـ 25 استغاثة مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة طعوضية لـ 35 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة